الشعبي هذا كان فنانا في قلب الحقائق وهو من عمد المذهب البكري بالمناسبة ممن وضعوا اللبنات الأولى لهذا المذهب الخسيس فهذه واحدة من كذباته كما تروا علي كان لا يحفظ القرآن رياذا بالله وهو إمام القراء علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كذبة أخرى حقيرة منه أراد بها أن يزيل هذه الحقيقة وهي حقيقة رفض فاطمة الزهراء عليها السلام لأبي بكر لعنه الله وغضبها عليه إلى حد أنها ماتت وهي واجدة أو غاضبة عليه يعني في حالة خصام وقطيع تام تعلمون أن هذه الإشكالية سببت إحراجا كبيرا لهذا المذهب وأهله وإلى هذه الساعة لا يستطيعون الفرار من هذا الإحراج غير قادرين يعني الشيعي له حجته لما يبغض أبا بكر ما هي حجتك أيها الإنسان الشيعي يقول أنا موقفي موقف بنت رسول الله خلص أنا أشوف فاطمة الزهراء عليها السلام ما موقفها من الرجال أنا على أثرها وعلى خطاها فله حجته البكر في الحقيقة ليست له حجة لأنه إن زعم أن أبا بكر له فضائل ومناقب وأنه كان صاحب النبي صلى الله عليه وآله في الغار فينبغي من ذلك كله أن نعظمه ونجله الجواب يكون سهلا يسيرا عليه أنه كل هذه الأمور تعرف بها بنت رسول الله إن كانت حقيقية وواقعية كلها عرفتها فاطمة الزهراء عليها السلام وهي سيدة نساء أهل الجنة ولا مغمز على تدينها البتة وإلا كفرت فإذا كانت تعرف كل هذه الأمور ومع ذلك لا تخرج من هذه الدنيا إلا وهي غاضبة على هذا الشخص فمعنى ذلك واحد من أمرين إما أن كل هذه الأمور هراء وكذب اختلقت فيما بعد كفضائل ومناقب لأبي بكر وإما أنك أنت إما أنها أمور كذب وباطلة وإما أنها هذه الأمور إن كانت حقيقية فقد أحبطها أبو بكر بما أحدث تالية لأنك أنت أحيانا قد تكون لك سوابق خيرة صحيح؟ لكن بعد ذلك ترتكب من السيئات ما يحبط عملك ويحبط أجرك والعبرة بأي شيء دائما العبرة بالخواتيم بلعم ابن باعراء بلغ من تدينه أن نال الاسم الأعظم لكن بالأخير انحط في خاتمته إلى أي شيء سوء خاتمته جعلته ماذا؟ كلبا أجلكم الله إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث هذه هي الأمور إذن خلص نحن نرى الآن في أواخر أيام أبي بكر ماذا كان الموقف الشرعي منه؟ هذا الموقف تترجمه من؟ بنت رسول الله أعرف الناس بدين رسول الله أتقى الناس أطهر الناس سيدة الناس سيدة الإسلام وأهله على الإطلاق سيدة الجنة على الإطلاق فالشيعي له حجته إذن إشكالية كبيرة يعاني منها وحساسة وخطيرة يعاني منها المذهب البكري وأهله فتجد هؤلاء الغرقى يتشبثون بأية قشة الغريق يتشبث بقشة شوف أي شيء ينجيه يخرجه من هذه الإشكالية العويصة فماذا يفعل؟ يتوسل بهذا الأثر الشاذ اليتيم المرسل الذي أرسله الشعبي الفنان في قلب الحقائق الذي أراد إزالة هذه الحقيقة وقلبها الحقيقة تقول في الصحاح هذا ثابت الحقيقة تقول إن الزهراء عليها السلام رحلت عن دنيانا هذه وهي غاطبة على أبي بكر جعل شيئا مزيفا بقباله أراد قلب هذه الحقيقة بأن قال ولكن بعد ذلك حصل شيء لا تعلمونه وهو أن أبا بكر ذهب إليها فاسترضاها فرضيت يعني ما رحلت عن الدنيا غاضبة عليه بل راضية عنه لذلك رضي الله عنه هذا الوغد الشعبي قام بذلك هذه واحدة أيضا من محاولاته في قلب الحقائق طيب ما الرد على ذلك الحمد لله أن نجد أحيانا من أهل المذهب البكري من يكون لهم شيء من احترام للعلم لأدلة العلم فيردون هذه المحاولات البائسة اليائسة التحريفية بأنفسهم من أولئك رجل معاصر واللطيف أنه من الوهابيين يدعى إبراهيم ابن عبد الله ألمديهش إذا أنا تقتل اسمه صحيحا يبدو أنه من أهل القصيم وهذا الرجل كان من تلاميذ ابت بن باز وابن عثيمين وابن جبرين وأمثال هؤلاء الكهنة كهنة الوهابية الكبار المعاصرين هذا الرجل ألف كتابا هذا عنوانه كتاب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله سيرتها فضائلها مسندها رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام هذا عنوان الكتاب مطبوع متوفر في أجزاء إذا فتحت المجلد الرابع من هذا الكتاب تحديداً الصفحة ثلاثمائة وثمان وستين تجد هذا الرجل قد ناقش كلام الشعبي الذي زعم فيه أن فاطمة عليه السلام قد رضيت أخيراً عن أبي بكر كلام الشعبي هذا حسب رواية البيهقي قال لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق الزنديق لعنه الله فاستأذن عليها فقال علي عليه السلام يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك فقالت أتحب أن آذن قال نعم فأذنت له شو هذا إلى هنا نحن نعرف هذه الحقيقة ونعرف أنه بالفعل استأذن ودخل عليها بس بعدين شنو صار سلم عليها فحولت وجهها إلى الحائط ولم ترد عليه السلام مع أن رد السلام واجب إلا إذا كان المسلم من كافرا أو منافقا لا يرد عليه السلام هذه بأصلا عدم رد الزهراء عليها السلام سلام أبي بكر هو خلص إدانة حكم على أبي بكر بالإدانة المطلقة انتهى الموضوع الزهراء وأعرفوا الناس بالأحكام الشرعية ثم بعد ذلك حاول أن يسترضيها كذا كذا فلم ترضى عنه الزهراء وهددت أنذرت توعدت قالت والله إني أشهد الله أنكما أسخدتماني وما أرضيتماني ولئن لقيت أبي رسول الله لأشكو أنكما إليه أنت وصاحبك عمر وثم بعد ذلك ثنت وقالت والله توجه كلامها للطاغية الأول والله لأدعونا عليك في كل صلاة أصليها وهنا أبو بكر كان يحاول أن يظهر مكره الدبلوماسي أظهر بكاء وقال والله لأدعونا لك والزهر أترد عليها تقول والله لأدعونا عليك وفي كل صلاة أصليها ليس على مثلي وعلى التاريخ تحتال لأنه هذه وسيلة الطغاة إظهار العطف والشفقة والرأف والرحمة والتحايل على عواطف الناس بهذا لأن الناس إذا تشوف عادة تشوف لا والله هذا الحاكم رغم كل ما يعني يقابله به المعارض من شراسة هو من جانبه يلتزم الحلم تخيل واحد معارض يسب الحاكم والحاكم يقول والله أنا راح أدعو لك الله يغفر لك القلوب الشعب كلها تصير مع الحاكم بسبب هذا الموقف يقول والله حاكم رزين ومحترم وجليل القدر يعني صحيح لا إذا الآن هذا يصير يقولون هذا المعارض طائش شنو هذا يعني صحيح استخلي نفرض هذا الحاكم فعلى أشياء مثلا بس خلص بعد عفو الله عما سلف واتسجا يبدي حسن نية هذا الحاكم ويريد إرضاء هذا المعارض فيعني ليش بهذا الموقف وأمام شاشات التلفزة الحاكم يأتيك يأتي إلى بيتك ويسترضيك مثلا وأنت تقابله بهذه الشراسة وفوق هذا هم يحلم عنك أيضا ببساطة الحاكم يستطيع هكذا شوية بس يمثل على الناس يكسب قلوبها أما هذا خداع يعني شنو الفائدة أنت تهجم على بيت تحرق هذا البيت تضطهد سيدة جليلة كانت حبلة حامل تسقط جنينها تفعل الأفاعيل بها وبعد ذلك والله تعالي سامحيني يعني كان خطأ وكذا وخلص إذا كنت صادقا في توبتك لخرجت مما أنت فيه وتحللت تعال سلم الأمر إلى أهله تعال ادفع الدية على الأقل بلغكم بالتاريخ أن طاغية الأول دفع دية المحسن عليه السلام مثلا وهذه دية شرعية لازم دية يدفع عمر دفع دية قنفذ دفع دية مثلا أبدا فليست الزهراء ممن تخدع الزهراء لها موقف حازم حاسم ولذلك أرادت تثبيته للتاريخ فإلى ها هنا مما رواه الشعبي صحيح أنه أبو بكر استأذن وبوساطة علي عليه السلام أذن له فدخل على الزهراء عليه السلام وحاول استرضاءها لكن بعد ذلك حرف الرواية انظر ماذا فعل يقول فأذنت له فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت يقول ثم ترضاها حتى رضيت هذا الشعبي يزعم ذلك الكذاب زين يقول صاحب هذا الكتاب هذا الوهابي يقول قال البيهقي عقبه في السنن الكبرى هذا مرسل حسن بإسناد صحيح أورد ابن كثير في البداية والنهاية إسناد ومتن البيهقي ثم قال وهذا إسناد جيد قوي والظاهر أن عامرا الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي زين خلي شوي أقراركم هذا على عجل حتى ننتهي قال ابن حجر في فتح الباري بعد أن خرجه من البيهقي وهو وإن كان مرسلا هذا الحديث هو مرسل والقوم ما شاء الله فنانين إذا جبنا لهم حديث مرسل في فضل أهل البيت عليهم السلام أو على خلاف هواهم المذهبي على طول رفعوا لك بطاقة مرسل ما رح نقبله هذا مرسل لماذا تقبلونه وإذا ليش هاي اللعبة لعبة الأسناد متت بطلون حركات الصبيان والأطفال يقول لا شوف ابن حجر ماذا قال يقول وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر تمادي تمادت فاطمة الزهراء على هجر أبي بكر وأبو بكر مفروض مؤمن بل سيد المؤمنين بعد رسول الله الصديق صديق هذه الأمة كيف تهجره فاطمة الزهراء عليه السلام هذا محرم وقد تمادت في ذلك لأنهم يرون أنه ستة أشهر خاصمته لم تكلمه حتى ماتت يقول يزول الإشكال بمرسل الشعبي يزول الإشكال يقول ثم ذكر ابن حجر كلام العلماء في معنى هجر فاطمة وسيأتي في الدراسة الموضوعية وأشار له في موضع آخر بقوله لذلك فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن يكون كذلك يعني هذا أحرى أن يكون هذا هو الواقع الذي حصل لما علم من وفور عقلها ودينها عليها السلام هذا كلام إذن ابن كثير وكلام ابن حجر وأشباه هما حاولوا تقوية هذا الأثر أثر الشعبي زين أنت شنو حكمك يا أيها الوهابي تلميذ بن باز بن عثيمين بن جبرين من أشبه يقول الحكم يقول الحكم على الحديث الحديث مرسل إسناده إلى الشعبي صحيح وما بعد الشعبي رجل أو رجلان لا يدرى من يكونا والمرسل من أنواع الأحاديث الضعيفة وقول ابن كثير الذي قال يحتمل أن الشعبي سمع هذا من علي يعني رجح هذا الاحتمال قال وقول ابن كثير مجرد احتمال ولو قدر أنه رواه عن علي رضي الله عنه فالصحيح أنه لم يسمع منه أصلا يعني تخيلوا لو أن الشعبي قال أصلا أصل الرواية كانت هكذا عن الشعبي عن علي أنه وقع كذا وكذا حتى هذا لا يقبل لماذا لأن الصحيح الثابت تاريخيا أن الشعبي أصلا لم يسمع من علي عليه السلام فإذا لا بد أن تكون هناك واسطة ساقطة وأن هذه العنعنة لا تعني أنه قد سمع منه مباشرة قال فالصحيح أنه لم يسمع منه فهو منقطع وغريب تمشية الإسناد على الاحتمالات يرد على ابن كثير يقول شنو هذا فضحت ننت شلون نمشي الإسناد على الاحتمالات فالحديث ضعيف لإرساله ومخالفته الصحيح الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها لعنها الله أن فاطمة رضي الله عنها أجرت أبا بكر رضي الله عنه لعنها الله حتى توفيت هذا خلص حديث عائشة أثبت أصح وأما الحديث عن مراسيل الشعبي فهي أصح من غيره مع بقائه في دائرة الضعف وأما قول العجلي مرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا يقول لا يكاد يرسل مما يدل على الغالب لأن بعض المتنطعين في زماننا من بقايا الطائفة البكرية يستدلون بقول العجلي أنه هذا مرسل الشعبي ومرسل الشعبي لا يكاد يرسل إلا صحيحا هؤلاء هؤلاء مجرد ببغاوات بس يكررون الكلام مثل استوانة مشروخة من يعرف وجه هذا الكلام هذا معنى أنه في الغالب لا يرسل إلا صحيحا لا أنه في كل مورد من الموارد تعلم قال وقد والراجح أن غالبه معتضد بشواهد تدل على أن له أصلى لا أن المرسل صحيح لذاته وقد ضعف مراسيل الشعبي الترمذي وغيره فكيف خفي على هؤلاء أن مراسيل الشعبي في حكم الصحيح قال ومرسله هذا في فاطمة لا شك في ضعفه هذا المرسل الذي يدعي فيه أن فاطمة عليها السلام رضيت عن أبي بكر لماذا يقول أولا لأنه مخالف لحديث عائشة في الصحيحين ثانيا أنه دليل فرد حسب البحث لم تحفل به مع أهميته وتأثيره دواوين الإسلام وانفرد به مختصرا ابن سعد وأطول منه البيهقي في القرن الخامس الهجري ووضع هنا علامة استفهام وعلامة تعجب يعني لم يظهر هذا الأثر إلا في القرن الخامس ثالثا ليس له أصل وشاهد لا في الموقوفات ولا المراسيل رابعا أن الحدث محل اهتمام وتشوف من الصحابة والتابعين فلو كان واقعا صحيحا لنقل بأسانيد متصلة صحيحة لأنه بالفعل كان حدثا جللا يتشوف له الصحابة والتابعون على تعبيره كل يريد أن يعرف أنه فاطمة عليها السلام رضيت أخيرا عن أبي بكر أم لا فلو كان لذلك واقع لاشتهر وضان ولطاروا به فرحا أنه خلص صار الصلح يعني بس الشعبي يعرف به ثم لا يظهر عن الشعبي إلا في القرن الخامس بعد خمسمائة سنة خامسا لو حصلت المراضات لعلم بذلك أقرب الناس لأبي بكر ابنته أم المؤمنين عائشة هو يترضى لعنى الله فكيف تخفى عليها هذه القضية المهمة وتذكر اتصال غضب فاطمة إلى وفاتها ووضع علامة استفهام تعقبها علامة تعجب سادسا في فيئة علي بن أبي طالب عليهما السلام يعني في رجوعه ومبايعته أو هي إعادة البيعة مرة ثانية على قول لأنهم يزعمون أن علي عليه السلام بايع أبا بكر على حد تعبيرهم وما جرى في الحديث أمام الصحابة بينه وبين أبي بكر كما في الحديث رقم ستة وتسعين يدل على وجود العتب واستمراره إلى هذه المصالحة وهي لم تحصل إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها فأين أثر التراضي الذي تم بين الاثنين أبي بكر وفاطمة بحضور علي كما دل عليه هذا المرسل الضعيف لو كان صحيحا لحصر الجهر لحصل الجهر به من علي مباشرة لا أن يتأخر وقتا بعد وفاة فاطمة لأنه صرح أنه استنكر وجوه الناس بعد وفاتها وهذا لا يكون بأيام وأسابيع مما يدل على أنه لم يحصل ما ذكر في مرسل الشعبي هذا الذي في مرسل الشعبي لم يحصل والله أعلم والنفس تتمنى صحته يقول هذا مرسل الشعبي أن في رضا الزهراء عليه السلام عن أبي بكر والله نفوسنا تتمنى أنه حصل والنفس تتمنى صحته لكن ليس للإنسان ما تمنى شكرا 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 شكرا